إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعربت الخارجيات الأمريكية عن أملها في أن تتمكن السفن الأولى لنقل الحبوب من مغادرة موانئ أوكرانيا دون مزيد من التأخير اعتبرت الخارجية الأمريكية أن استمرار روسيا في حظر الصادرات الغذائية الأوكرانية عن طريق البحر قد أدى إلى تفاق من عدم الأمن الغذائي العالمي مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ السريع لتفاق نقل الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة قللت لادفيا من قرار شركة جاز بروم الروسية بوقف صادرات الغاز إليها معتبرة أنه لن يصفر عن شيء جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة جاز بروم الروسية وقف إمداداتها من الغاز إلى لادفيا واتهمتها بانتهاك شروط استراد الغاز وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لادفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب جاز بروم من المتعاملين معها نددت أوكرانيا بالدعوات الروسية لإعدام مقاتل كتيبة أزوف من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز الأسر الأوكرانيين تم بقذائف أطلقت باستخدام نظام صواريخ مدفعية عالية الحركة من المعدات العسكرية الأمريكية وقد حملت وزارة الدفاع الروسية الرئيس الأوكراني والولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على مركز الاحتجاز في غضون ذلك اعتبرت موسكو أن الهجوم يأتي بهدف منعها من الاستماع إلى شهادة عناصر الكتيبة كانت الولايات المتحدة قد طالبت أوكرانيا في وقت سابق بالتحقيق في مقتل أكثر من خمسين أسيراً أوكرانياً في هجوم على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة دوناسك أعلن الجيش الأوكراني تدمير أربع قواعد عسكرية واثني عشر مستودعاً للدخيرة في قصف على مواقع روسية جنوبي البلاد وأضحى الجيش الأوكراني أنه قتل أكثر من مائة جندي روسية خلال قتال في منطقة خيرسون محور الهجوم المضاط لجيف وتشير تقديرات مسؤول الدفاع والاستخبارات في بريطانيا إلى أن القوات الروسية تواجه متاعب في الحفاظ على زخمها واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الغرب ذلك لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دينبرو في الأسبوع الأخيرة ما أدى إلى عزل مدينة خيرسون أعلنت السلطات الأوكرانية أن قصفا روسيا أصاب عددا من البلدات الأوكرانية ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل ذلك في ميكولايف وتدمير مدرسة في خاركيف أعلن حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم مقتل مدني وقرح ستة آخرين وذلك في قصف لمنطقة سكنية ألحق أدرارا بعدد من المباني فيما قال حاكم منطقة خاركيف أنه تم إطلاق خمسة صواريخ S300 على الأقل على مدينة خاركيف ما أدى إلى اشتعال نيران بإحدى المدارس أما في دوناسك فقد أعلن حاكم المنطقة تعرض محطة الحافلات والمباني القريبة لأضرار بالغة جراء هجمات روسية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 في منطقة كريفوي روج و13 طائرة مسيارة بمناطق متفرقة فضلا عن تدمير مدفعي هاوتزر أمريكي يسونة وأضف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كونشكوف أن القوات الروسية قد دمرت بطارية راجمات صواريخ من طراز أرجان وست بطاريات من راجمات صواريخ جراد فضلا عن إصابة رادرات أمريكية الصنع في دوناسك وخيرسونة إلى جانب استهداف عدد من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية أعلنت روسيا منع دخول 32 مسؤول وصحفي نيوزلندي إلى أراضيها ذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها نيوزلندا بحق روسيا ذلك أيضا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا في بيان لها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات تضم رئيس بلدية والنتون النيوزلندية ورئيس بلدية أوكلند إضافة إلى قائد القوات البحرية في نيوزلندا صدق الرئيس البولندي أندري دودا على معاهدات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي النيتو وأوضح المساعد الرئاسي على أن عمليات التصديق جاءت بعدما أقر مجلس النواب التشريع في السابع من يولو الجاري كما تمت الموافقة على مشاريع القوانين من قبل مجلس الشيوخ في العشرين من يوليو الجاري أيضا وقد تقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية النيتو في منتصف مايو الماضي وأصبح لديهما وضع الدول المدعوة ويمكنهما المشاركة في اجتماعات النيتو ولكن ليس لديهما حقوق التصويت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة